فاكر كنا بنتكلم عن تصرفات من سيدنا محمد غير متوقع لعقلنا بتدلك يا بصير على جمال صفات ربنا لأن تصرفات سيدنا محمد الجميلة ما هي إلا صورة وآثر لصفات ربنا الجميلة اللي ظهرت في جمال النبي عليه الصلاة والسلام معنا وحنيته علينا هل سملك مشهد كده خيالي غلط ليوم القيامة إن بعد الكرم اللي ربنا أكرمنا به في الدنيا وكم المغفرة اللي شفناها واللي بيتوب ربنا بيبدل سيئاته حسنات واللي بيصالي الصلاوات الخامسة ما بينهم ربنا بيكفر سيئاته وبعدين كم من الاختبارات أو الابتلاءات اللي بيخرج منها الإنسان هو ما عندوش سيئات ومع ذلك في ناس راحت عند ربنا يوم القيامة عندها سيئات كتير ويمكن يكون موازين سيئاتهم أتقل من موازين حسناتهم فالمشهد الغلط اللي بيحكي لك علينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند ربنا وشايف الناس وهي يوم القيامة بتتحاسب كويس بيخش الجنة والوحش أقيمت عليه الحجة أيوة ما النبي تعب عليه الصلاة والسلام ودفع الغالي والرخيص شان تطلع أنت مسلم وساب لك دين كل مغفرة في كل تفاصيل يومك ربنا بيسمحك ومع ذلك جينا يوم القيامة وعندنا سيئات كتير فيشهد عليك النبي أنك تستحق ويروح أهل الشمال وهم حزنانين وخزايا للنار ده مش هيحصل الطريقة دي ربنا قال كده وسيدنا محمد قال كده عليه الصلاة والسلام بيقول سيدنا محمد في حديث روال بخاري ومسلم يعني إحنا عندنا يقين أن الحديث ده صحيح إن شاء الله قال لكل نبي دعوة مستجابة تعجل بها في الدنيا وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة بإذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا استنى استنى يا بصير وأدرك من هو ربنا تمدرك يعني النبي بيقول أنا هقف جنب كل واحد مات مش مشرك حضرتك الحمد لله إحنا إن شاء الله ما عندناش مشركين في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة النبي أمة موحدة بنعصي بنغلط في ناس عندها مننا كبائر في ناس مفترية لكن خد بالك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استنيك والحنية دي ربنا خلقها في قلبه عليه الصلاة والسلام عشان كده إلحق رد الحقوق لأنه هو قال لك يوم القيامة رد الحقوق وتعالى عشان تيجي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم سندك سندة أنت مش متخيلة بعملة إزاي فده سيدنا محمد اللي بيدلك على مين ربنا فيا صديقي في هذه الليلة المباركة راجع علاقتك بهذا النبي الكريم والرب العظيم سبحانه وتعالى وخد نية كده ترحل في رحلتك من الشتات إلى اليقين وتختار الأرب دايما من ربنا اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا من عرفتنا برحمتك وأغرقتنا في نعمتك وأكرمتنا بذكرك وأنسك اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم وعلى طاعتك أعنا واجعل لنا نصيبا من نفحاتك في أوقات بركاتك واشملنا بواسع رحماتك واكتب لنا العافية في أبداننا والسلامة في جميع أمرنا يا غفارا للمذنبين ويا حبيبا للتائبين وصل اللهم وسلم وبارك على إمام العابدين الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر